بالنسبة للاكسرسيز 4 عميق اللي معي Family of Topological Spaces EI to I والE هو Product Space واخد عليه Product Topology هلا اخد XN هي A Sequence و L هيخد هي Limit لهال XN عميق اللي برهن انه XN tends to L if and only if each component من XN اللي هو XIN سميه tends to L I بالEI فإذا بدي برهن انه اذا XN بتروح عال L بال Product Space then XNI يعني each component من XN بتروح عال L I and vice versa فإذا بدي برهن هالروحة والراجعة for all I طيب بالنسبة للروحة سهلة كدير أوكي هي بس طبية لل Continuity لل Projection PI فإذا هاخد أنا شو بدي برهن أنا بدي معي انه XN tends to L أوكي فإذا أنا منطلق من انه XN tends to L required to show أوكي شو بدي برهن انه XN مسميها هيك X من تحت I N tends to L I for all I أوكي بال Space EI to I أوكي So for fixed I أوكي ال P I هي Continuous ليش؟ أنا بعرف أنه P I بالنسبة لل Product Topology أكيد هي Continuous هي أصلا من تعريف ال Product Topology هي اللي بتخلي لي كل ال P I يكونوا Continuous هي أصغر Topology بتخلي لي هال P I يكونوا Continuous أوكي فإذا and XN tends to L فإذا بس بيكفي أني قول P I لل XN لكان tends to P I أوf L هذي الريمارك أخذنيها من اللاكتشور من آخر اللاكتشور أوكي فإذا أنا كمان حاططها ب آخر الصفحة فإذا هون الريمارك بتقلي نزل F Continuous من E إلى F وال XN tends to A فال F of XN tends to F of A وأكيد هذي البروف طبعا ماشي بس بهال sense هيدا وقلنا نحنا أنه السنة الماضية أخذناها بالروحة وبالرجعة لأش لأنه كان في عنا distance هون ما عنا distance بما أن P I لل XN هي XIN أوكي وال P I لل L هي LI XIN tends to LI for any I أوكي فإذا بالهن الروحة بالنسبة للرجعة إذا كان عندي أنا for all I هال الconvergence هل أنا فيني أضمن أنه السيكونس كله بتروح على L أوكي معي by hypothesis أنه for all I XIN بهالشكل هيدا رايح على LI أوكي بال space EI to I فإذا شو بدي برهن بدي برهن أنه XN tends to L يعني بدي برهن لكل شي في neighborhood لل L أوكي كل شي في neighborhood there exist A rank بشكل أنه كل N اللي أكبر من هال capital N هاي هني موجودين به neighborhood أوكي بفائزة by duff n للconvergence أوكي طيب حياخد V هي عبارة عن neighborhood لل L بما أن هي neighborhood أوكي يعني أكيد حيكون فيها elementary cube أوكي بيحويل L هدول من ثلاث equivalents تبعوط الب إذا بعضنا ذكرين أوكي فإذا L موجود بقلب شي elementary cube هو موجود بقلب V لأن V neighbor hood بالل أوكي فإذا هدول من الثلاث equivalents لأن L موجود بV أوكي طيب والV بيحوي open وأكيد open بما أن هيدا basis فإذا عندي هال inclusion طيب بما أن L موجود هون أوكي وما بدي إنسى شو هيدا هيدا elementary cube شو معنى elementary cube يعني عبارة عن O I موجودين كل بال topology to بشكل أن هني ما ضرور يكون E I بس هدول final طيب خليني شوف شو صار عندي فإذا for all I أنا هال I شو ما كانت I موجود بال O I اللي موجود هي بال topology فإذا صارت إذا بدنا L I موجود ب open set هيدا هال open set O I هو E I لكل شي في I accept for finite numbers ما بدي انسى هالشغلي فإذا اللي موجودين ب I كل هني بهال شكل هلأ في قصم منهم اللي هني موجودين بال J فإذا اللي موجودين بال J X I N أنا tends to L I هيد باي hypothesis أنا معي for all I X I أنا tends to L I بما في هن أكيد اللي موجودين بال J طب إذا X for all I اللي موجودين بال J اللي هني قصم من I كل سوا ال X I N tends to L I بهال space هيدا أوكي وال L I موجود بال O I أوكي وال I موجود بال O I وال I هي open set معناتها هايدي neighborhood ما هيك L I هي neighborhood معناتها exist rest a rank N I أوكي بشكل إنه كل شي في N أكبر من هال N I في عندي كل sequence أوكي رايحة وفيتة بقلب O I أوكي حعيد فإذا أنا ليش بس عم بشتغل على J لأن J هي finite فإذا هال J هي عند finite numbers of I بقلب ها أوكي من infinite ماشي فإذا هال J هي finite هلأ شو هني مواصفت هال J هاي إنه أكيد بما أنه X I N رايحة على I أوكي وال O I هو open set فأكيد أنا فيني لقي rank يتعلق به I أوكي بشكل إنه إذا كل ال sequence بعد هال rank هيدا موجود بقلب هال neighbor هيدا أوكي هال open set هيدا ليش لأنه O I هو آه ليش لأنه هي finite أوكي ممكن يكون 100 ممكن يكون 200 300 بس إنه هني finite أوكي ففيني ياخد الماكس طبعهم يعني أنا إذا معي مثلا 100 أو 200 أو 400 رأم أو 500 رأم أو 500 فيني أكبر رأم فيهن هلأ أكبر رأم فيهن موجود أوكي فإذا بما أنه هني finite الجي لو كنت أنا عم بشتغل على البوكس طبولوجي أوكي هالجي هالجي هاي ما حت كون موجود أوكي فإذا أنا كنت بطلت قادر أخذ الماكس أوكي فإذا أنا ليش هون عم بقدر أشتغل لأنه عم بشتغل على برودكت طبولوجي أوكي فإذا برودكت طبولوجي هي اللي خلتني أشتغل برودكت طبولوجي هي لعطتني إنه في عندي there exist a finite g أوكي وعم بشتغل عليها طيب بشو بدأ تفيد نهاية خليني كفي فإذا إذا أخذت أنا ال-n هي الماكس لألهم كلهم سوا أوكي صار بهالحالي n أكبر من n i for all i موجود بال j ما هيك فإذا أنا x i n موجود ب-o i for all i موجود بال j أوكي فإذا إذا أخذت أنا n أكبر منهم كلهم سوا يعني هي الماكس طبعهم فكل شي في n أكبر من هال n يعني أكبر من كل شي في n هم طبع إذا أنا أكبر من كل شي في n أوكي معنى x i n موجود ب-o i for all i أوكي بس موجود بال-j عم بحكي طيب فإذا أنا من جهة معي هدول من جهة معي هاي من جهة الثانية ال-x i أنا موجود دايما بال-e i أوكي لأنه لأنه for all i موجود بال-j موجود بال-i أوكي فأنا هون بيصير معي ال-open set ال-o i هو e i طيب فأكيد هايدي موجودة هون so for all n أكبر من هال n هايدي اللي أخذت شو صارت ال-x n ال-x n شي موجود بهال-o i أوكي إذا كانت فانت والبقين موجودين ب-i أوكي صارت موجودة بهال-o i يعني أكيد هي include بال-v فfor all n صارت ال-sequence أوكي كل سوا from a certain rank موجود بال-v فإذا بس هالريمارك هون we can divide i into two cases الموجودين بال-j والمش موجودين بال-j أوكي هلأ المش موجودين بال-j هني e-i وهون o-i برجع لأخذ الماكس طبعا كل ال-n i طبعا أوكي فإذا هاي كانت فكرة الإكزرسيز لو عم مشتغل على البقس topology إلا ما كان فينا ناخذ الماكس اللي موجود أوكي يعني ما كان كنت أنا معي ماكس بس على infinite set فمني ضامن أنه يكون هالآن موجود ممكن تكون plus infinite طيب هلأ خلصنا الإكزرسيز فور في عندي بس هاكي supplementary two exercises أوكي بس أنا بالنسبة لإلي برهنة خليني بس دقري شو فعل بال-chapter تو أوكي بال-chapter تو إذا بترجعوا على adherence أوكي نسي أي صفحة بالضبط بال-closure برهن شي قريب على يعني بال-product بالنسبة لل-closure رجعوا ليا وشوفوها هلأ بالنسبة لهذا الإكزرسيز هو عم بيقلي إنه إذا أنا معي family of topological space وال-product space طبعي أوكي هلأ ال-product space مرة هاخد عليه topology قال عم بيقلي برهن إنه معي هل هال-relation هاي أوكي هي كتير مهمة شو هي هال-relation هاي بتقلي إنه إذا أكيد AI إخدهن هني subset من AI for all I فإذا أخدت ال-interior لكل هال-set هيدا أوكي ال-interior لها ال-product كله سواء هو include بال-product ال-interior of each AI أوكي واضحة أكيد برجع بقول ال-e endowed with the product topology طيب هلا أساس ال-proof هو إنه عم بستعمل أنا إنه ال-pi ال-pi كتبة ال-pi اللي هلني من ال-e product topology لل-ei to-i برهنتها إنه هي open بال-page 32 وبرهنة كمان إنه continuous mapping هلا ليش هي continuous mapping أنا هون منين برهنة هي by definition of product topology بال-29 فإزان لقدرت عرفت product topology قلت by definition هي أصغر topology الخطوية لش معي هال inclusion هاي أوكي بالنسبة ل product topology أنا معي ال-pi لل product أوكي هال product لل AI إذا أخدت ال-closure إذا سميت إذا سميت هذي A خليني سميها A الإنتيريار لل-A أكيد هو subset من A أنت بيكون equal أنت بيكون equal لما بيكون A هي نفس open set أوكي طيب فإزان we have إنه هايدي الإنتيريار أوكي موجود بال-A اللي هايدي سميت A طيب هاي من جهة فإزان الإنتيريار ل-A هي subset من A دايما دايما هي معي So ال-A هي include بال-A أوكي فإزان هون الإنتيريار طبع A أوكي أنا بس يعني أخذ هايدي أوكي فإزان إزا عملت ال-P-I بما أنه أنا معي هايدي include بهاي فإزان ال-P-I طبع هاي include بال-P-I طبع هاي أوكي فإزان الحديد هون وشو هي ال-P-I لل-P-I أوكي إزا ال-P-I ما هني شكلهم A1 times أوكي ما فيني قول times لأنه هون ممكن ال-I تكون uncountable أوكي فإزان خليني أخذ ال-P-I ال-P-I لها ال-P-I تعطيني AI ما هيك شو صار عندي صار عندي أن ال-P-I لهايدي شيء موجود include بال-AI طب very good هلأ خليكن معي شوية صغيرة أنا معي هون بما أني أخذ أنا interior لل-A هيدا A معاك هيدا ال-A أخذ interior تبعه أكيد interior تبعه open set B معاك ولا لا فإزان أنا أخذ هيدا الأlement هو element B أوكي طيب interior تبعه أكيد هو biggest open set include بال-A فإزان هو open set B E طيب وبما أنه ال-P-I هي open mapping فإزان ال-P-I ل-open هو open فإزان هيدا وان صارت هي open set أوكي بس كمان وان include مبار هنا أنه subset من AI خليكن معي شوية صغيرة فإزان استعملت أنه هيدا هو interior فإزان هو open أوكي هلأ ال-P-I هي open mapping فإزان ال-P-I ل-open بيعطيني أنه هو open أوكي طيب open وان موجود ب-AI ما هيك إزا open ب-AI معنات أكيد بما أنه هيدا open ب-AI هي أكيد موجودة ب-AI ال-interior طبع لاش أنه هيدا هي أكبر open set contained in-A فإزان بما أنه هيدا open in-AI أكيد هي include بال-AI around أوكي ال-interior طبع A-AI لاش أنه هيدي أكبر open set contained in-AI طيب شو صار عندي هلأ very good فإزان صار عندي أنه A هي هيدا برابرتي إلنها بال-lecture فإزان أنا صار معي A include بال-product P-I-A فإزان هيدا هو A حطته بالأحمر هون include بال-product P-I-A أوكي مني مغير شي أوكي فإزان هيدا إلنا إنه كتبنا على جنب بال-lecture طيب هيدا ال-property أوكي وهون أوكي ال-product لكل وحدي فيه هون هلأ كل وحدي فيه هون هي include بال-AI round يعني كل وحدي من هدول أوكي كل وحدي من هون أوكي هي include بها AI interior طيب عمني نجبت من هون أوكي إذا مشيت ال-product هكتب مشي ال-product هون كمان أوكي شو صارت عندي هيدا اللي لازم برهنه أوكي فإذا هيدا اللي لازم برهنه فإذا صار interior لل-product include بال-product لل-interiors أوكي طيب هل هالشي فإذا هل لا أول قبل ما أنتقل الإجزيزيس البعض أوكي يعني أنا بدي برهن إنه في عندي فيني يعني هالإنكلوجين هاي أوكي هي strict إذا بدنا هيك أوكي ما فيها تكون equal أوكي يعني حلقي أنا example بشكل إنه هيدا ما يكون بسيوي هيدا أوكي يكون strictly يعني بدي برهن إنه في عندي أنا example بشكل إنه يكون strictly include بهاك أوكي هل هيد دايما صح هيد دايما صح الإنكلوجين بس أنا بدي برهن إنه strictly يعني it's not equal in general هيدا اللي عبرهن فإذا عبرهن إنه it's not equal in general هاخد إي هو نفس السط اللي أخدتهم من شوي هو بالفيديو اللي قبل فإذا product لأر الار كله سوى endowed with the canonical topology أوكي اللي هي مع distance إكليدي distance وأنا حاطت على إي product topology مثل مني عامل بالإكسرسيس أوكي هالإي أن اللي بدي أخدهن هني عبارة عن شوي يعني هالإي آي أوكي هون صاروا إي أن هالإي أن هني منس ون أوفر أن ون أوفر أن أوكي طيب الإي هي product أوف إي أن يعني هي product لهال منس ون أوفر أن ون أوفر أن طيب ما بدي إنسى إنه الإي أن انتيريور تبعه هي نفس الإي أن لش لأنه أنا من الأصل إخده هي open بالنسبة بما أنا موجود أوكي هاي دي إذا جيت عملت له هايك إنتيريور تطلع إيكوال لإفع Liu لأنه بما أنه شكل لي لي هي هي شكلة pi لا هي product لا ان اكبر او بتسوي خليني اكتب اوكي موجود يهون موجود يهون ليش لا ارجع اكتب اوكي بما انه لاي شكلة هيك اوكي انا اذا جيت وقلت انه بدي جيب الانتيرير يعني عم جيب الانتيرير لكل هاي يعني عم جيب الانتيرير لكل هاي ما هيك اوكي هلا عمقول هي شو شكلة هي شكلة product لا منس one over and one over and قال هيدي الانتيرير طبعه equal to phi ليش لانه ما فيها ولا elementary cube هلا لتكون different from phi لتكون different from phi يعني بقدر لقشي elementary cube بقلبه ما هيك فاذا لو انا قادر حط بقلبه elementary cube كيف شكله elementary cube هيكون شكله u وهيدا ال u وان بدي حطه بقلب a اوكي يعني ليكون different from phi يعني هال u اوكي موجود بقلب الانتيرير طبعه ما هيك يعني لانه في عندي شي open بقلبه اوكي هيدا ال u كيف بدي يكون شكله بدي يكون شكله product لا o n ال o n هني عبارة عن كل شي r ما عدا final number مستحيل قدر حط r اوكي ووحدي يعني خدوا r وحدي مستحيل قدر حطه بها ال product هيدا لش لان هني كلاتهم شكلوا minus one over and one over and فايزا ال a ما فيها ولا elementary cube يعني ما بقلبه معناتها ولا open set لانه اذا بقلبه open set معناتها اكيد بقلبه elementary cube سو شو صار عندي انا اللي صار عندي هو التالي انه ال a round يعني الانتيرير ل a هو equal to phi اوكي فايزا من جهة الانتيرير لال a هي equal to phi اوكي خليني يشوفها هيدا هيدا ال اوكي كله سوا اوكي او حغير للن فايزا هيدا هال كتير مهمة هاي هي ال relation ال relation شو بتقلي بتقلي انه انا معي الانتيرير لقيه اللي هو هيدا كله سوا انتيرير اوكي هايك كل الانتيرير طبعه هو equal to phi اكيد هو strictly include بشو بالproduct لكل واحدة فيهم انتيرير اللي هي نفسه a an اللي هي نفسه a اوكي فايزا لاش لانه انا من الاساس اخذ ال an بشكل انه يكونوا open set بالR اوكي اوكي اكيد صارت الفاي strictly include بA لانه هدي different from phi دي different from phi اوكيد هال inclusion اللي انا هوني شايفها طلعت equal هي in general is not equal اوكي اوكي فايزا هيدا بالنسبه اليه اول exercise ستاني exercise هو نفسه بس بالنسبه للbox topology عم يقلي برهنه ان equal فايزا الشي الوحيد الفرق اوكي يعني برهنتها بالنسبه للproduct topology انا بالنسبه للproduct topology شو برهنت برهنت انه هي معي هيدا السنس و strict اوكي انا هيدا بالنسبه للproduct topology هلا بالنسبه للbox topology شو عم يقلي برهن انه هني equal يعني برهن هاي والرجع اوكي هلا بالنسبه لا اول sense اللي هو مثل الexercise اللي قبله ما في شي حيتغير ليش لانه الpi هي open و continuous هلا هون هي مش continuous by definition طبعا topology لا برهنته انا بالpage 36 انه بتطلع continuous اوكي فاذا انا بنرجع على الpage 36 الpi هني continuous اوكي by definition طبعا الproduct topology بس اكيد انا برهنه بالنسبه للbox topology انه هي open و continuous طيب بنرجع على فاذا بالpage 36 برهنه انه هي open و continuous فاذا بالنسبه انا للروحة لهي الانكلوجن برجع same proof as previous exercise اوكي ليش لانا مني مستعمل غير انه الpi هي open و continuous طيب هلا بدي برهن تاني انكلوجن اوكي فاذا انا شو بدي برهن كيف بدي برهنه خليني بس ردة شوي لشوفها اوكي فاذا انا بالنسبه لايلي هلا اوكي حشوف تاني انكلوجن بالنسبه لايلي فاذا برهنت هاي same as previous exercise ليش لانه الpi كمان بالنسبه للbox topology هي continuous plus open طيب بدي برهن ال second inclusion يعني هاخد انا هاي هي انكلوج بهاي ماشي طيب هلا بالنسبه لايلي الproduct لأي open sets هو open بالنسبه للbox topology ما بدي انسى هاي الشغلي فاذا الproduct لأوبن sets اوكي هو اوبن بالنسبه للbox topology ليش لانه هده المبضرور يكونوا accept for final number هني EI لا انا مجرد يكون اوبن sets اكيد بما انه هي انا حاطت هدي الانتيريار مع انت هني اوبن وهدي اوبن in EI واذا اخدت الproduct تابعون فاذا هي اوبن بالنسبه للbox topology هادي بيضاف نشن للbox topology طيب ويهاف فاذا هايدي هالشي اللي شفتوا انا اوكي فاذا لكل وحدة فيهم انتيريار يعني لكل AI انتيريار اوكي هي انكلود بالproduct لالAI ليش لانه اكيد معي انا الAI انكلود بال انتيريار انكلود بAI فر اول ايزا مش شد الproduct هون والproduct هون فاكيد الproduct هيطلع انكلود بهالproduct هاي اوكي هلا هاي هي اوبن بالنسبه للbox topology النا ماشي طيب وانكلود ان اي شو هي هاي بالنهاية هايدي اي هلا هي اوبن موجودة باي فايزا صارت بما انه ازا كل اخدت هايدي واخدت اللي الانتيريار تبعه بتطلع the biggest by definition هي biggest open set contained in A فاكيد بما انه هاي ده open in A فايزا هو موجود فيه اوكي فايزا برهننا second inclusion صار عندي انا الروحة والرجع هلا عم يقلي بتاني سؤال هل statement one بتضله true if the box topology is replaced by product topology اوكي فاز انا اردي مجوابه يعني انا اردي مجوابه انه لا اخد هيدا ال ال example minus one over N one over N كمان هوني حب ياخد example تاني minus N اوكي فايزا هي نفسها مع ال product topology اوكي فينا كمان نشوف انه هي مبتحوي ولا elementary cube يعني same proof اوكي chapter 2 اللي هوني product topology اوكي